تراثها الثقافي وآثارها التاريخية التي تمتد إلى الحقبة العثمانية جعلها من بين أفضل عشرين مدينة محمية في العالم إنها منطقة صفران بولو بمدينة قرابوك المطلة على البحر الأسود شمال غربي تركيا والتي أدرجت بكاملها على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة عام 1994 حيث أنها المدينة التركية الوحيدة الحاصلة على هذه الصفة مدينة صفران بولو أو كما تسمى عاصمة الزعفران نسبة لزهرة الزعفران التي تنبت فيها بكثرة تجذب سنويا نحو مليون سائح محلي وأجنبي نظرا لما تملكه من جمال طبيعي حيث تمنح زوارها رحلة عبر التاريخ من خلال كثرة معالمها الأثرية والتاريخية الباحثون في تاريخ المدينة يقولون إن الإدارة المحلية للمدينة اتخذت أولى خطواتها للحفاظ على القيم المعمارية في تركيا عام 1975 الإدارة المحلية للمدينة اتخذت أولى خطواتها للحفاظ على القيم المعمارية في تركيا عام 1975 من خلال التعاون بين بلدية صفران بولو وجامعة إسطنبول التقنية ونتيجة لمبادرات هذا التعاون أجريت بعض الأعمال للحفاظ على مستقبل المورثات المعمارية الموجودة بالمنطقة تكثر في المدينة عيون المياه والجسور والجوامع والحمامات التاريخية والمنازل العثمانية المميزة والتحف اليدوية إذ تعكس المدينة الثقافة العثمانية وتحافظ على معالمها الثقافية وقيمها منذ القرن السابع عشر وقديما شكلت المدينة محطة هامة للقوافل على الطرق التجارية الرئيسة بين الشرق والغرب منذ القرن الثامن الميلادي وحتى ظهور سكك الحديد مطلع القرن العشرين شكرا